طيب هنكمل شرح اللاتيكس من ضمن الحاجات اللي انت ممكن تحتاجها في التعامل في الدوكمانيشن بتاعتك اللي انت ممكن تعمل تيبل وده ممكن يبقى اللاتيكس ممكن يشاعدني بحاجة ازاي بحاجة زي كده ازاي فكرة الريفرنس يعني لو انا مثلا كتبت تيبل وان تو سري وجيت بعد كده رتبت التيبلس دي وانا حاسب بقى هميتها فعدلتها فطبعا المفروض ان انا ارجع تاني في الدوكمانيشن اقول التيبل اولي لا ده تيبل رقم عشر فطبع تبقى كل مكان انت جبت سيرة التيبل اللي هو اتعدل ان انت هتبضل كل شوية ايه تبطر ان انت هتتعدل انت في كل مكان عملت له فرانس فيه خليني اوريكم مسلا شكل التيبلس مسلا انا مسلا عندي دي الحاجة اللي انا اشرحها بس تخلينا اقول ان انا هي خلاص انا عملتها اوكي خليني ارن كده او ان انا هزهر لي مسلا تيبل وان تيبل تو تيبل سري اوكي وجيت هنا بشكل ما طبعا بعد كده بقى اشرحها ان انا جيت قلت له ايه انا دلوقتي عمالة بتكلم على تيبل رقم تيبل وان تيبل تو ماشي تيبل تو تيبل تو ده فين اللي هو ده انا عاية تيبل وان بشكل ما يعني ده تيبل وان وده تيبل تو واللي تحت تيبل ايه تيبل سري اوكي لو انا جيت تيبل ده قلت ده هو ده لا ده تيبل مسلا رقم عشرة واللي تحت ده هو اللي تيبل تو المفروض تيبل تو ده اللي انا اللي هو ده مذكور كده او معمول فين معمول تالت واحد الوقت انا عاملة في الدوكيمنت تيبل وان ادي تيبل وان او يعني ماليش دعا بالليبل بقى انا ده اول تيبل ده تاني تيبل ده تالت تيبل فالمفروض ان كلمة تيبل تو دي هتعود على الريفران على التيبل ده فهتلاقيه هنا هيغير لتنين دي تبقى ثلاثة يعني انا قصدي على التيبل التالت اللي ظاهر عندي في الايه في الدوكيمنت اوكي تلاقيه هنا اعمل ايه تيبل ثلاثة يعني مثلا مش عارف ايه تيبل ثلاثة يبقى ايه يبقى ده اللي انا بتكلم فيه ان انا لو كتبت في الدوكيمنتيشن تيبل وان تو سري وجيت مرة عملت غيرت ترتيب التيبل دي بحيث ان انا عايز اقول مين فيهم بيتعامل الاول قبل التاني فمضطر ان انا رجع كل التكست لا انت هنا خلاص هو بتدي لكل تيبل لابل بتدي لكل تيبل لابل وهو بيتعامل لوحد اوكي خلينا بس تمام انا كده بس كنت عايزة احبه اوضح الفكرة بس خلينا بقى نبدأ ازاي ممكن نتعامل مع التيبلز من الاول طيب اه خليني اعمل فايل جديد واسميه مثلا اه تيست تيبلز اوكي تيست تيبلز ودريبا هحطه جوة درفت تيست تيبلز طيب ده تيست تيبلز هبدأ ان انا اكتب دوكيمنت دوكيمنت كلاس واكتب هنا ارتكل واحط اللينس بتاع الفورمات يعني بتاع بتاع التكست بيجين دوكيمنت ويعمل انت اوكي طبعا المفروض ان انا اثناء ما انا شغالة في حاجة زي ما عملت في الماس في الاكويشنز احتاجت ان انا ايوز باكتج او ان انا امبورت اللي بيرز عندي او ان انا حط اللي بيرز عندي جهزة في اللاتيكس برضو ممكن احتاج في اللي بيرز في التيبلز بعض اللي بيرز الجهزة بس خلنا واحدة واحدة انا عايزة اعمل تيبل فبقول بجين بجين تيبل اول ما بقول بجين تيبل بيروح هو عمل نفس الشكل ده بالزبط لوحده اوكي طبعا انا دلوقتي لو عملت فورم هنا مش هيعرض تيبل ولا حاجة بس الشكل ده موفوش اي قلو اوكي اوكي ده يعني يعني مسلا عملت كده او هو هنا في الاول او عمل بجين تيبل سنترينج سنترينج يعني خلي التيبل في النص في نص الصفحة اوكي خليني اعمل او يعني ان انا طيب يعني هخلي التيبل هنا ايه في نص الصفحة اوكي اول حاجة بعدين يعني الحاجات اللي هها علاقة بالايه بالتيبل بعدين الحاجات اللي تحت دي ايه عبارة عن معلومات عن التيبل يعني اا دي هحط هنا الروز والكولمز وهنا هحط يعني التايتل اللي انت عايز تظهر تحت مثلا this table table shows مثلا the accuracy اوكي ورن كده مثلا او 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 one الحاجة اللي هتظهر تحت اسمها this table shows accuracy اوكي طيب وهنا ال label بتاع ال table كل table هتديله رقم بحيث ان table ده لو انت خدته حطته تحت خالص في بتاعتك هو في الاخر بيبقاله رقم اوكي اديله مثلا الرقم حتى لو كتبت كلمة واحد بس يفضل طبعا اكتب كلمة table واحد لان انت ممكن يبقى عندك tables و figures وكذا عايز تقول واحد دي واحد اول table ولا اول figure ولا اول ايه فيفضل نكتب كلمة table واحد وطبعا ممكن نكتب table underscore واحد اي حاجة او t واحد بس انا فهمة بس ان دي معنى ايه فلما باجي اكتب table واحد هنا ما بيظهر ليش كلمة table واحد هلا هنا ما ظهر ليش اي حاجة اسمها table x خلص طيب عايزة انا اعمل table ممكن table ده يكون كم انت عايز يبقى كم row افرد مثلا انت عايز يبقى 3 column فتعمل كده اعملت 3 column طبعا مش يظهر حاجة لو انت عايز تظهر الحاجات اللي هي ما بين columns دي borders يعني بتعمل كده تعمل ما بين كل column العلامة دي طيب عايزة اكتب ايه عايزة مسلا اكتب x اكتب y اكتب a اكتب b طبعا انا قلت 3 column زي في المفروض ان انا خليني بس عشان ما اتلغبطش انا عايزة اعمل 3 column زي باكتب اول حاجة x and y and z دي عندي اا x و z طيب عايزة صفت كمان فانا بعمل كده وانزل واكتب مسلا a and b and c يبقى كده عمل لي رو تاني مكتوب في a b c اوكي لو انا عايزة عمل على ال روز نفس انا كده عمل بوردرز ما بين الكول بس لو عايزة عمل بوردرز بين الروز بكتب كده ايه backslash edge line واجهينا برضو اعمل backslash edge line انا كده عملت بوردرز للروز والكولمز مع بعض اعمل اعمل هنا برضو ماشي اوكي طيب اا ده لو انا عايزة بس اعمل table اوكي افرض مسلا انا جيت عند السلدي وقلت مسلا السلدي كبيرة مثلا this cell is large يعني هيمشي هتكبر كده انا عايز اكبرها تبقى لتحت ممكن اكتب كده انت السلدي انهي واحدة الكلام التالت ممكن اكتب بي مثلا اتنين سنتي خليني اشوف كده ان انا اخلي ان هي تبقى لتحت مش كده ممكن لما انا اجا اعمل كده تبقى تخرج برا للصفحة ممكن اعمل اصلا كده خلينا اشيل دي خالص واكتب c واقول this is large since it has مثلا it has many values in it خلينا ارناها كده او اشوف دي هتلاقى ممكن يكبر ممكن يكبر لقيت لما يخرج برا الصفحة حسب ان لو كبرت فطبعا انا عشان اه بقى في ممكن اضطر ان انا خليها تبقى تجبر للا vertical يعني مش horizontal فبعمل كده بكتب اشوف هي انهي column 1 2 3 3 رح كتب مثلا b واكتب اي رقم هنا مثلا ونفرض 1 سانتي ان انا ده طول بتاعها يعني طول بتاعها ايه vertical طيب عايزة 2 سانتي فهو كل ما اعمل كده كل ما تبقى اعرضك كده شوية طيب ده بس برضو معلومة تانية فازاي اعمل row اعمل column اعمل border وازاي ان انا ممكن اغير caption او غير label وممكن اغير الويتس بتاعها طيب الحاجة التانية واللي هم في اي table هي فكرة multi row او multi column او ان انا عايز اعمل merging لو عايزة ممكن اعمل مثال تاني او عادي مش مشكلة d okey a b c l m n انا كده عملة 3 rows او عايزة مثلا دي اي حاجة لو عايزة اعمل بحيس يبقى معايا حاجة زي كده ان هو اصلا كده لو انا قلت 3 column يبقى معايا كده اممكن اعمل 4 rows ده العادي اللي احد بنعرف نعمل ان انا اعمل كام column و كام row لو انا عايزة ان الاثنين column تبقى مرجد هنا مع بعض اوكي الاثنين دول هيحصل لهم مرجن مع بعض بقفوحة بس طيب ولو عايزة الحاجات دي كده بحيس ان انا امرج 3 rows مع بعض اهو اوكي لو انا عايزة امرج في ال row امرج في column ممكن اعمل ايه اولا لازم اعمل ايوز package multi row يعني في package استخدمها use package multi row multi column و multi row use package multi column وفي package تاني اسمها اه اتش اتش line انا بقى نعرف فاقول لكم فيديت هيئة دي الوقت طيب اه ماشي فلو انا عايزة امرج اتنين column مع بعض بقى نسبنا من الحاجة دي دلوقتي هعمل ايه هقول انا عايزة اعمل multi column multi multi column يعني الزد وال y دي انا مش هخليها تبقى يعني هي اصلا اللي عندي دلوقتي هنا مثلا x y z تمام وهنا a b c ده العادي وهنا مثلا مش عارف ايه l m n وهنا مثلا a b c انا عايز يكون عندي هنا b c وهنا m n وهنا b c وهنا كلمة column مثلا كل خليها كل وخلاص كل وهنا رو وهنا مش اكتب حاجة مش مهم اللي بتاع دي اكتب في حاجة اوكي طيب فطبعا هاجي عند اول لو انا في اول يعني خليناها مسح ده تمام لو انا في اول سل اللي هي دي عايز اقول اول اول حاجة مش هكتب فيها حاجة وكده عمل multi column هتعمل column لاتنين مع بعض واكتب هنا كلمة column واكتب هنا واكتب هنا هكتب هنا c بتاعتي خلينا رن كده ده column بتاعي كمان ما مش هيبان خلينا احط احط له borders مش هيبان هو فيه ايه انه هو دولة تشايل اتنين ولا لا الا لما هحط فيه values فعلا بس هو ايه خلينا اكتب كلمة column اتلاحظوا ان size بتاع column مش هو هو size بتاع cell دي حتى لو كان كلمة cool بس هو اواخد اتنين اواخد مكانين يعني طيب انا عملت الصف الاولين او الحاجة اللي هي دي تمام عايزة اعمل ثلاثة روز تانين اعمل ثلاثة روز بس ايه يعليش انا هاملها عاديين هكتب البي والسي اعمل كده البي and c وبعدين backslash وانزل واكتب هنا بعد كده الام بعد كده الان وهنا البي والسي عايزة اقول له اللي بيحصل ايه ان انا اول برضو هنا مكتبتش فيها حاجة طبعا مش مش شرط انا ممكن اعمل ميرجنج اللي بكولم ومعملش ميرجنج للروا بس انا بقول لك يعني ان هنا سبتها علشان انا عايز اسيب دي فاضي انا ممكن اكتب اي حاجة برضو ممكن اكتب تيستنج عادي مفيش مشكلة تظهر لي هنا في التابل كلمة تيستنج عادي هنا في الحتة دي بس دي اي في تنين سيل يعني انا اصلي ممكن دي سيب فاضي او ما سيب هاش بس مش شرط ان انا دايما بسيب فاضي لما باجع من ممكن اكتب كلام عادي انا انا عايز ادول هما اللي ميرجنج مع بعض اللي قابله ايه واللي بعد ايه مش مهم يعني شوف انت عايز سيبه فاضي او مليان طيب فاللي بيحصل هنا اننا تاخد بالك اننا عمل سيب اول واحدة يعني هو عمل بي سي ام ان بي سي وسي اول واحدة لاننا اصلا سيب فاضية فانا عايز اقول انا عايز الوحدة اللي فاضية دي احط فيها حاجة اللي هي كلمة رو اللي انا هنا باجي هنا مسلا اقول مالتي مالتي رو وانا عايز احط كلمة واحدة ايه مش كلمة واحدة احط في رو واحد اا 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 كلمة رو اوكي خليني بس اكتبها كده وعدين ابركوا ايه الغلط هيجي فين ولا المشكلة فيه اا اا طيب هو دلوقتي عمل انا مالبش الوتيشن معلش هو دلوقتي عمل ايه اا حط الرو في تلات في تلات حاجات ايه واحد دي ايه واحد دي انا عايز رو تبقى ايه رو بس الفكرة ان انت هتضطر ان انت عايز تعمل بوردر عند البي والسي والبوردر عند السي وكذا بتعمل هنا بقى ايه اا اا وتعمل كده اللي هي العلامة دي وشوف انت ايه اا اللي عايز يظهر اتنين يعني ايه يعني دي انا هحط فيها حاجة مالكش دعو بيها وانا هسيب للبي والسي يعني يعرض هم العادي خلاص خلاني بس اا اراني كده اوريكم طيب اا اا خلاني نحطها هنا هم مش هما ثلاثة هما ثلاثة طيب معرفش هم دايما ايه يعني كتل اا كتل اتش اتش لاني موجود عادي اا 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 خلاني نعمل اتش لاني انا معرفش مش مدائم ايه بس بس تمام بس لو عمل كده بص خلاني نشوف لكم اتش لاني دي هيعمل على الصف كله اوكي يعني انا بس ده كان مشكلة ان انا ان احنا هنا بنعمل اتش لاني اهي مع كل صف بعمل اتش لاني انا عايز اقول له ما يعملش عند الرو بس خليه بس يخلص الاول اوكي انا عايز بقى دي دي نفسها مش عايز هي عملها اللي هو اي بان ان هو مرجد مع حاجة يعني مش فهمني ولا انا اللي مش فهم اهي بس واحد استرك رو الحاجات اتش اتش طيب خليني اعمل هنا ممكن يكون عايز ان انا اكتب فوق كده مجريبا اتش اتش لاين هنا اتش اتش لاين كده واقول له العلامة دي كده كده شو هما تلاتة كولن ده واحد اتنين ثلات خلينا انا امسح دي كده ما عرفش دي انا امالها ران بس دي كده في شرطة ما عرفش خلينا انا امسح واحدة معا انا انا شايف انا ما فيش حاج خلينا امسح واحدة ده هو بقى طيب ام مش خلينا امسح امسح دي كمان ما عرفش ليه ممكن امسح بس طيب يعني هو المفروض لما انا باجي اعمل كده ده معنا ان عندي ثلاثة كولن وعايز اعمل اعمل بوردر لل دي ودي ودي مش مهم ده لنا فهما يعني مش اما هو ازاي مش فهمني ففي مشكلة يعني طيب خلينا مسلا اعمل كده ودي تلاتة اي بي سي ونكتب اه اند دي هني اجي نكتب هنا اه اه ام و ان اللي ام ان او اند او انا بس بحاول حاجة كده بي و سي اند دي هنشوف كده طيب واضح واضح يعني اعتقد مفروض نزود حتى يعني ممكن نمسح عادي المهم يعني ان هو دي تمام خلاص في الشكلة هو زعلان اه هنمسح حالو عادي اه و هنمسح دي هو شو تفهم يعني طيب اه هو ده ازاي ممكن اتعامل مع الروس في اللاتيكس اه بيقول لي ايه undefined control sequence مش فهمها اتها لي ممكن يكون في package المفروض اه 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 سال use package اه edge line لانا كتبتها بس يعني طيب فخليني كده اه خليني اه كده بقى عاوز اعمل طيب هم اربعة فيبقى تلاتة ودي تلاتة نرن كده اه اطلع نفس النتيجة هتبدأ شيء عزيز خلاص ما علش هو مشكلة بس package package فوق اه اوكي طيب فانا عندي هنا اداد تعامل مع الروس اول حاجة انا عرفها ازاي اعمل رو خليني بس اخلي تلاتة منهم عشان بس اولا انا شرحت ايه اه اه فكرة ان السيل كبيرة دي حاجة تانية ممكن ممكن نعمل كده بس ايه ايه بس وده تابل وان واللي تحته مثلا تابل تو خليها سري بقى او عادي مش مشكلة واللي تحت نخلي سري نوريهم بس كده مع بعض او يظهروا ونمسح اللي في الشاشة ده او هتلاقي اه اه طبعا اول واحدة كان فيها الشي العلامة دي خليح ناخد نلغى دلوقتي ان ازاي اعمل صف ازاي اعمل كولم ازاي اعمل بوردرز ده هنا فعشان اعمل كولم بعمل ثلاثة سيز لو انا عايز اعمل ثلاثة كولم وعايز اعمل روز بعمل صف اتنين وعايز اعمل اكتر من كده بعمل عادي يبقى ده كده صفين ما بين كل سيل والتانية بعمل الاند دي يعني xyz يبقى x and y الرو ده عايز اعمل بوردرز ما بين الروز بعمل اتش لاين عايز اعمل بوردرز ما بين الكولم بعمل العلامة دي ده عايز ابدأ كلمة table اصلا عايز اعمل table بعمل begin table وهو بيفهم الواحدة عطول بيحط لي كل حاجة اللي عليك منها منها begin tabler وال caption وال وقالنا طبعا الcaption الحاجة اللي بتحط تحت البتاع ده والجليب اللي هو رقم انا بديل الtybul عشان يبقى reference لي يعني طيب ده ده اول حاجة يعني ايه table ورو column وال بوردرز هنا بس كنت اضفت حتة ان انا ماذا لو عايزة اكبر الويتس بتاع السيل فممكن اقول له عند الكلام اللي انا عايزة اخليه يكبر ممكن عليها فكرة multi row والمالتي column انت هتمرج اتنين كذا column مع بعض بتبع المالتي column لازم طبعا تعمل use package multi row multi column وال h line وبتعمل هنا multi column وهنا multi row عشان تعمل بوردرز لكل حاجة مع ده السيل اللي انت فيها بتروح عامل h line في المنظر ده لما انا عندي اربعة columns بعمل واسيبه فضل دي برضو 1 2 3 واسيب ده فضل ان انا عندي اربعة column 1 2 3 4 دي بس اللي حاصل وفكرة الحاجة الفضلة فكرة ال reference يعني عشان عشان اقول ان انا بتكلم على table الاولاني بقول as showing in table كذا the result is increased results are increased انا بقى table خليني مسلا انا اقول table التاني وبقول كده العلامة دي كده بكس لها شريف واضي له اسم table بتاع الحاجة اللي هو table 1 مسلا انا يعني اي واحد خليني مسلا رني كده بعديني بنظهر زي ما احنا عايزين هتلاقي نكده هنا as shown in table كذا results are increased table mean table 1 طيب لو table 1 ده انا جبت حطته يعني خليته هو يتكتب تاني table يعني اه زرزل مش عارفا اه فانت مش محتاج تعدل في اي حاجة اللي علاقة بالtable انت بتكتب table بس تمام كده اه دي كانت الفايدة بتاعت table اه طبعا دي لو انا عايز اعملكم منت عشان بس ايه طبعا ان انا عندي اكتر من table اكي اتمنى دي انها تبقى واضحة ونتقابل ان شاء الله في حاجة تانية بس في حاجة برضو كنت مرة ما قلتهاش فكرة دبا انا عايز اعمل include لفايل جانا نعمل include هنا كان المفروض في file يعني كان مفروض معي في نفس المكان والintroduction معي في نفس المكان تبقى افرض انت عايز تن include لحاجة موجودة في folder عايز تعمل include لحاجة جوه folder وتشوف الباص بتاعها وتكتبها عادي تمام انا ممكن ان انا لو الحاجة موجودة جوه folder معين بكتب الباص بتاعها حتى لو كتبت كده اصلا كتبت كده include هيقول روح ايه اللي الحاجات اللي موجودة كلها okay conclusion one two سريع حسب انا كنت بعدل ايه تمام كده دي بس كنت حاجة نسيت اقول انا اعمل include بس ما قلت ان انا اعمل include لو في file موجود جوه folder امدر اه تاني يعني اوكي طبعا لو انا راند ده هيشتغل عادل لان انا عندي جوه folder is mod draft وجوه الحاجات اللي اسمها ايه introduction and introduction to or conclusion okay وانشاء الله نتقبل في اا فيديو تاني موسيقى